وينضم إلينا من باريس مراسل العربية ليث بازاري أهلا بك يا ليث يعني أنت تتواجد أمام محطة للمحروقات في العاصمة باريس كيف أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا على الأسعار على الفرنسيين العاديين كما تكلمتم قبل قليل عن جون فرنسوا كارينكو الذي دعا أيضا لبدل الجهد إضافة إلى الصناعيون والبلديات المسؤولة عن إلارة وتزويد المباني العامة بالطاقة وكل مواطن فرنسي بالتخفيف من استهلاك الطاقة إن كان الغاز أو الكهرباء وخفض التدفئة والتكييف والإنارة وإضافة ما يمكن أن يقلل من استخدام الفرنسيين أو استهلاك الفرنسيين فقد أضاف كارينكو أن هناك حالة طارئة ويجب على الجميع المشاركة في بذل الجهود هذا يعني أخر مرة سمعنا هكذا كلام في أزمة 2008 في فرنسا ونتيجة ارتفاع أسعار المحروقات راوية في فرنسا أعلن أصحاب السيارات العمومية عن إضراب في فرنسا ليومين ابتداء من يوم الغد الثلاثة حتى شوارع وأزقة باريس أصبحت أقل اكتظاظا بسبب ارتفاع أسعار الوقود فالغالبية يحبذ اليوم ركوب المواصلات العامة أما على الصعيد الفردي فقد بدأ الفرنسيون يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة بكافة مشتقاتها فسعر البنزين مثلا نشاهد خلفي 2.3 بالعشرة يورو للتر الواحد بدأ الواحد ونص قبل الحرب في أوكرانيا وسعر الغاز المنزلي زاد بنسبة 25% وكل يوم في نشرات الأخبار الفرنسية في فرنسا أصبحت هناك فقرة خاصة تساعد المشاهد الفرنسي على الاستهلاك بشكل اقتصادي فاليوم مثلا تحدثنا عن متاجر بيع الملابس المستهلكة وعناوين تلك المتاجر وطرق قصدها ويوم أمس حثى المذيع الفرنسي مذيع نشرة الأخبار في أحد القنوات الفرنسية الشهيرة الفرنسيين على قصد متاجر استهلاك يومي كبرى يعني بيك ستورز أو سوبر ماركتس هايبر ماركتس حتى بتقديم حسومات أسبوعية يعني اتصار هذا جزء من الحياة الفرنسية طاهر وراوية طب بالتالي ردات الفعل ردات فعل الناس التقنين من استهلاك الطاقة وإذا شهدنا بالشوارع بس ممكن تابع بس أسألك عن ردات فعل الناس هل سنشهد سترات صفر جديدة في فرنسا أم أن الفرنسيين متفاهمون عموما لطبيعة هذه الأزمة ولكن إذا استمر الوضع نعم هناك من يتفهم وهناك من يعني خصوصا العائلات طاهر هناك من يدي والذي يعني الذي يدب الذعر في فرنسا هو الاستهلاك اليومي وليس فقط الوقود والبنزين والكهرباء فهناك الكثير حتى في شوارع باريس يعني صنعنا نراحظ الكثير من قلة الحركة فالكما قلت قبل قليل الكثير منهم يحاول الركوب المواصلات العامة وإذا أخذنا مثلا عندي مثلا هون فاتورة الغاز التي ارتفعت بنسبة 20% التي حصلت عليها يوم أمس من شركة الغاز الفرنسية فمنذ اندماء الدلاع الأزمة أصبح هناك ارتفاع تدريجي وليس مفاجئ على سعر الغاز ولكن في الكهرباء كذلك هناك نشاهد فاتورة الكهرباء التي وصلت ارتفاع في فاتورة الكهرباء إلى 25% ولكن في بعض المنتجات اليومية كالمحروقات خلفي هناك ارتفاع مستمر وصادم أحيانا للمستهلكين يقودون سياراتهم في شوارع المدينة العاصمة في باريس أو مدن أخرى شكرا لك نشكر قبل أن يطالب بعلاوة على الهواء بما أنه زادت فواتير ومن الغاز والكهرباء شكرا لك لديت مزاري مراسل العربية من باريس تحية فينا لك الضحك شكرا لك